يعقد وزراء خارجية مجموعة العشرين أول اجتماعتهم بجزيرة باليئة الاندونسية اليوم ومن المقرر أن يشارك في الاجتماعات وزراء خارجية الصين والولايات المتحدة وروسيا في تجمع واحد لأول مرة منذ اندلاع العملية الروسية الأوكرانية بحث وزير الخارجية الأمريكية أنتني بلينكين مع نظيره الأوكرانية ديمترو كوليبة هاتفيا توقعت اجتماعات قمة العشرين في بالي باندونسيا ونتائق قمة مجموعة الدول السبع الكبرى واجتماعات الدول حلف النيتو وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايز أن بلينكين أوضح أن هذه الاجتماعات أكدت تصميم الشركاء والحلفاء على دعم أوكرانيا وذكر المتحدث أن الوزير الأمريكي أشار إلى خلال الاتصال للجهود متعددة الأطراف للتصدي للحصار العسكري الروسي للصادرات الزراعية من الموانئ الأوكرانية ومن المطاقة أن تكون أزمة الطاقة والغذاء على رأس قائمة الملفات التي تناقشها قمة قادة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونسية يأتي ذلك وسط مخاوف من انقسامات دولية سيحاول وزير الخارجية الأمريكية أنترني بلينكين احتوائها عبر محادثات ثنائية مع نظرائه من الدول التي لم تتفق مع الغرب بشأن حرب أوكرانيا من المتوقع أن تهيمن قضايا ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على اجتماع قادة مجموعة العشرين غدا الجمعة في جزيرة بالي الإندونسية يأتي الاجتماع وسط الخلافات السياسية القوية بين روسيا والغرب بسبب الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية المشددة عليها بينما نأت العديد من الدول ومنها الصين بأنفسها عن التورط في ذلك النزاع بين روسيا والغرب ومن المتوقع أن يبحث كبار الدبلوماسيين في مجموعة العشرين والتي تركز على الاقتصاد طرق خفض تكاليف الطاقة العالمية والتخفيف من مشكلات الإمدادات الغذائية الناجمة عن جائحة كورونا والجفاف والحرب في أوكرانيا ويسعى مسؤولون غربيون لمحاسبة روسيا على دورها في مشاكل الغذاء العالمية حيث تقول الولايات المتحدة أن روسيا استولت على مواني أوكرانية وحاصرت مواني أخرى بما في ذلك ميناء أوديسا وهو ما ينفيه الكريملين مؤكدا أن أوكرانيا لديها كل الحرية في شحن الحبوب من موانيها وليس من المتوقع خلال الاجتماعات عقد لقاء بين وزيري الخارجية الأمريكي ونظيره الروسي ومن المتوقع أن يجتمع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين مع دبلوماسيين كبار آخرين بدول مجموعة العشرين ومنهم نظيره الصيني أوانجي حيث يتطرق اللقاء لتوقعات واشنطن بشأن ما يجب أن تفعله بكين وما لا تفعله بالنسبة للحرب في أوكرانيا ومن المتوقع أن تتراجع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في القريب عن بعض التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على الواردات الصينية كجزء من توازن واشنطن بين جهود احتواء التضخم والحفاظ على الضغط الاقتصادي على بكين انتقدت رئيسة الوزراء النيوزيلاندية جاسين دا أردن فشل الأمم المتحدة في منع الحرب في أوكرانيا وأضافت في حديث خلال زيارة لأستراليا أن فشل الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا يرجع إلى حق النقد الذي تتمتع به موسكو وجددت أردن دعوتها إلى إصلاح الأمم المتحدة أعلنت وكالة حرس الحدود البولندي ارتفاع عدد اللاجئين الفرين من أوكرانيا إلى بولندا إلى أربعة ملايين وخمسمائة وستة وتسعين الف لاجة وذكر راديو بولندا أن البلاد استقبلت أمس نحو ثلاثة وعشرين ألف ومائتي اللاجئين وافدين من أوكرانيا مقابل واحد وعشرين ألف وسبعمائة لاجئين في اليوم الصادق عليها يأتي ذلك فيما غادر نحو مليونين وستمائة وستين ألف لاجئين البلاد عائدين إلى أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا فبراير الماضي اشتركوا في القناة